رأيك في قرار اختياره كمدير فني للمتخب الأولمبي ناس كتير جدا اعترضت ناس كتير جدا شافت ان الرجل في المرحلة دي صاحب بصمة وبالتالي هو الأقدر أو الأخضر على انه هيتولى المسؤولية معه ولا ضد؟ بص هولك الحكام شو غريب أخذ بطولة أفريقيا مع المتخب الأولمبي وده يعني يعتبر برضو إنجاز جيد وصل دور التمانية في الأولمبياد لكن الفكرة كلها في توقيت الاختيار بس توقيت القرار نفسه توقيت القرار نفسه يعني مش طبيعي الحقيقة أنا بحبك بتسويه راجل محترم جدا ورجل من الناس الكويسة وأنا ما عنديش اعتراضات فنية كتير عليه بس منين انت أقلت شوء غريب من شهرين ومنين النهاردة بتوعيد تعيينه مرة تانية الموضوع يعني هي دي لتساؤلات الحقيقة اللي بتخلي فيه استثارة عند الناس في الشارع يعني أنا نهاردة طب انت أقلت ليه كنت خلاص الجزم الكامل يا جماعة معنا لا إلى ما شاء الله تمام تلاتين 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 خمسين إلا ما شاء الله ما فيهش أي مشاكل يعني لكن طالما أقلت المدير الفني وطالما عندك وقت يسمح بأن انت يعني يبقى عندك حرية أنك تختار مدير فني جديد يبقى خلاص يبقى لم قبل المعسكر مثلا أو قبل البطولة بسنة مش هنقول مثلا بخمسين سنة لا بسنة خلاص ابتدي عين مدير فني جديد ابتدي كمان أحدة ممكن تعين شوء غريب مرة تانية وجهازه الفني لكن اللي بيحصل من اتحاد الكورة المناصري ده عليه على ما تستفهم كتير جدا 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 احنا برضو مش بنتكلم على شوي كشوي هبنتكلم على أنا كنت لسه هقول لك توقيت الاختيار مش بس التوقيت فيها وقت كتير جدا ومراحل كتيرة جدا يعني من واحد من ساعة وفتح هانيه مثلا تعس دايما أنه فيه سطنبة كده ما بنحاولش أن احنا نطلع براها ناس دايما بتبقى ايه يعني مرتاح القرار بص يا بحمي مدربين عارف انت مالي قيصر لقيصر ومالي معرفش مين للحكومة تمام مدربين بالمنتخب هم في المنتخب على طول هتتزيني هات الجهر بيلفوا على الأندية على طول انت هنا في مصر المنظومة بتاعتك مش طبعية الحقيقة بجد يعني يعني انت النهاردة يعني ما بتعرفش تخرج من الدايرة دي للأسف عشان حاجة مهمة جدا ليه هقولك ليه ما نقولك عشان حاجة مهمة جدا اللي بيديروا الاتحادات في مصر ومعظم الأندية كمان مش أوير بكرة القدم يعني ما احترامنا الكامل لكل الناس مش على دراية بكرة القدم يعني النهاردة ايه اللي منجح منظومة النادي الأهلي واللي منخليها متماسكة كل ده طب تتكلم كابتن حسن حمد كابتن صالح سليم كابتن حسن حمدي كابتن عبد صالح الوحش كابتن محمود الخطيب ومن ذلك ممكن يبقى فترة من الفترات حد بيجي زي محمود طهر ولكن النادي الناس اللي قدرت النادي بشكل كبير ونجحت نجحات كبيرة جدا هي الناس اللي بتفهم في الرياضة بشكل عام يا قد بالك لما تيجي انت النهاردة تشوف الاتحادات وبقية الأندية وتقول التخبط دي يجي منين ما هم من حتة دي ممكن يا سيدي تبقى انت مش مش رياضي او ملكش في الكورة بمعنى صح او ملكش في الرياضة بشكل عائد يبقى تختار شخصية قيادية يبقى ده المدير الرياضة بالنسبة لك اللي يمسك لك المنظومة دي وحد يكون على علم وعلى دراية وعلى خبرة وعنده كفاءة وعنده تجربة تجربة جيدة لا مش بشكل استشاري كمدير يعني مش هقولك يعني الاسبورت دايركتور يعني تمام يبقى ده اللي بجي من النادي بمعنى صح لو انت النهاردة ما لكش علاقة بالرياضة وبكرة الخدم عشان كده بقولك المنظومة مختلفة شوية يعني تلاقي الاهلي في نجاحات مستمرة والناس بتسأل هو الاهلي ليه يا جماعنا بيقعش تمام هو الاهلي ليه ما بيحصلش فيه تخبط بيستمر للفترات طويلة هو الاهلي ليه دايما العرقالة بتاعته بتبقى مثلا احلال وتجديد في الفرقة بعض التغييرات البسيطة اللي ممكن انت بتصنع بتحاول تعمل تكوين فرقة بعدها وبتستمر بعد كده 6-7-8-9 سنين يعني